يواصل حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية رمي الجمرات في أول أيام التشريق حيث من المقرر أن ينتهي الحجاج من المتعجلين من رمي الجمرات وذلك عقب انتهاء ثاني أيام التشريق ثم يعودون إلى مكة المكرمة تمهيدا لتأدية طواف الوداع حيث تبلغ نسبة المتعجلين خمسين بالمئة من إجمالية عدد الحجاج وكان حجاج الجمعيات قاد مكثوا في ميناء بعد تحركهم من عرفة إلى مزدالفة وجمعوا الحصى ثم تحركوا إلى ميناء لرمي الجمرات